موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث كشفت دراسة مصرفية عن تكابد البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن خسائر كبيرة في استثماراتها في أدوات الدين العام خلال الفترة من 2014 حتى 2022 تقدر بأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وأوضح الدراسة النقد والغذاء الصادر عن منتدى الإعلام والبحث الاقتصادية أن أصول البنوك التجارية والإسلامية فيما يخص اقتراض الحكومة أدونا الخزانة تأكلت من 1287 مليار ريال ما يعادل حينها في 2014 ستة مليارات دولار بسعر الصرف 215 ريالا للدولار في حين تبرو حاليا 17089 مليار ريال ما يعادل مليار و700 مليون دولار ويواجه القضاء المصرفية ليمنية تحديات منها عجل الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه والتي بلغت تريليونين و500 ومليار ريال موزعة بين تريليون و798 مليار ريال أدونا خزانة و704 مليارات الاحتياطات القانونية للبلوك التجارية والإسلامية في البنك المركزي ما أدى إلى عجل البلوك عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها اعترفت مليشي الحوثي بنهب واختلاسي مشرفين وقيادين تابعين لها نحو مليار و300 مليون ريال من الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وفروعه في المناطق الخاضعة لسيدرتها في عام 2020 وكشفت وثائق مسربة اعترف المليشي بوجود قصور كبير في عملية توثيق المبالغ التي يتم صرفها تحت بند الفقراء والمساكين حيث يتم اعتبارها مصرفا نهائيا رغم أنها ما زالت تعاهدا مالية ولم يتم ارفاق أي مستندات تؤيد عمليات الصرف ما يعني أنهم يعبثون بأموال الزكاة ويوردونها لحساباتهم الشخصية أعلن الشركة أرامكو السعودية عزمة تقفض أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الذي تنتجه لعملائها في آسيا ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل ويتوقع أن تترجع أسعار بيع الخامات السعودية من أعلى مساوياتها المسجلة خلال الشهر الجاري بنحو أربعة دولارات وخمسين سنة للبرميل في أكتوبر المقبل وأخيرا ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضية إلى تسعة وواحد من عشر بالمية على أساس سنوي مسجلا قيمة قياسية جديدة ويعتبر معدل التضخم الحالي على بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوى الشرائية المستالكين وتباطئ النمو اشتركوا في القناة